بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد غريب يا مظلوم كربلا ومسلوب العمامة والردام السلام عليك وعلى ابنك الجواد المسموم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما عظم الله لك الأجر يا مولاي يا صاحب الزمان بجدك الجوا الله إذا شئت النجاة يوم المعادي جد بدمع على الإمام الجوادي حيث لم أنسه حين أشخصه المأمون من يثربين إلى بغدادي قد قضى ببغدادي وهو غريب بفؤاد من شعلة السم أم صغادي تركوا نعشه بقنطرة الهيال ملقا آل الشقاء والعنادي أم صغادي فاستماتت أشياعه نحو حمل النعش كي لا يبقى رهين الوادي وسرى فيهم الحماس إلى أن حملوه رفعاً على الأجياد ما بقي مثل جده الصبط عارل هي الجسم تعد على قراه العواه هي 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 تركوا جسمه ثلاثاً أي وا حسيناً يا وعلاه برأسه برؤوس سمر الصعاة يا 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 هنا يا إلا يا هي حسراً يا يا لقومي بين الرجاء البواء آدي لو تراها يا أخيرة الله في السابه وستر الوجوه منها الأياء آدي يعيني 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 على الجواد بجب دم عدم يا قلبي على بول هادي تلجم شباب يوصايم ويفطر على السم يا صاحب الزمان أنت المعزة يا بقية الله يا أبو الصالح كفاك العتاب والنوم هو النوم تظل صابر على أخذ الثار لليوم وليا هل من هلك ما مات مظلوم يا مذبوح يا مجتول بالسم العجب كل العجب منك يا محجوب ما تنهض تجيم عليها الحروب نسيت السباها وقطعة دروب يا ناس الظلع لما انتهى الشم نعم نواسي الزهراء شنو لسان حال مولاتكم في هذه الليلة دهري رماني بالرزاية بكل غاة وشتت أولادي عن يمين وعن شمالي وما شوف ساعة من الحزين مرتاح به واعظم علي لوني عن ناعي علح وحسينه منهم بسامرة ومنهم في خرى ومنهم برض طيبة ومنهم برض كوفان واعظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشان والعطشان بسان وين لي واسين على العزيم والله وين لي واسين بدمعته على ابن الذي حز ورقبته وتمت ثلاثة أيام جثة جثة او اله يا ابن الما حضرت يا ايه يا و اله يا ابن الما يا حضرت لا حول ولا قوة او اله يا حضرت ايه يا حضرت قال مولانا أبو الحسن الرغى صلوات الله عليه في حق ولدي الجواد قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم قدست أم ولدت صدق مولانا الرضا تعجيلا لفرج مولانا صاحب العصر والزمان ولشمولنا بخفي ألطافه وعناياته ولقضاء الحوائج ولشفاء المرض رفعوا صواتكم الصلاة على محمد وآل محمد تختلف عقيدتنا في الإمامة عن بقية فرق المسلمين فلا نرى بأن الإمام أقل شأنا ومنزلة من الأنبياء والرسل بل هناك جملة من الأعلام أشاروا بأدلة قطعية بأن الأئمة ولما نقول الأمة مؤخص فيه أهل الكساء الخمسة بل كل الأئمة أفضل من كل الأنبياء عدل مصطفى محمد فإذا تمت هذه المقدمة بأن الإمام أفضل من كل الخلق والإمام الهادي وهو ابن الجوات يقول آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين طأطأ كل شريف لشرفكم إذا تمت هذه المقدمة أن الإمام والإمامة رتبتها أعلى من النبوة والرسالة إذا تمت هذه المقدمة نأتي لمقدمة ثانية القوم لم يرتضوا أن يكون الإمام وهو ابن سبع سنين ثمان سنين تسع سنين إماما على الخلق وهو بهذا العمر لأنه يظنون بأنه إنسان عادي ولكن إذا سألتهم ماذا تقولون في عيسى على نبينا وآله وعليه السلام في يحيى بن زكريا على نبينا وآله على يحيى أفضل الصلاة والسلام ماذا تقولون يقول لا بأس هذا نبي وهذا إمام شوف يعني عنده مفارقة هذه المفارقة هي اللي سببت الخلل عنده لأنه من الواضح الله سبحانه وتعالى يقول وآتيناه الحكمة صبية من هو هذا؟ يحيى بالزكريا بل عيسى بن مريم صلوات الله عليه الله سبحانه وتعالى أعطاه منصب الإمامة كما تشير يوايت وهو ابن ثلاث سنين فإذا هو يقبل أن يكون عيسى نبيا وسيدا على الخلق ولا بد للناس أن يعتقدوا بنبوته وأن يقروا بفضله وأن يكون له حق عليهم يقبلون لأنه نبي لأنه رسول لأنه من أولي العزم وما يقبلون لما تأتي المسألة إلى الإمام الجواد فنحن نقول له تلك إذن قسمة ضيزة مثل ما الله سبحانه وتعالى يعبر في كتابه كيف؟ لذا يوم الأيام كان واحد من أصحاب الأمة ينظر إلى الإمام لكي يصف الإمام سلام الله عليه للشيعة هو توقف احتار هذا العمر لهذا الصغر الإمام شون أجابه؟ الإمام قال أن الله احتج بالإمامة بمثل ما احتج بالنبوة يعني كما أن الدليل عندك أنت بأن النبي يجوز أن يكون نبيا وهو ابن سنين أقل من عشر سنين إذا كان هذا الدليل تام عندك فلا بد أن تقول بصحة ذلك الشيء بالنسبة للإمام إلا أن القوم يتوقفون لأن عندهم من الإمام لا مو بهذه المنزلة بينما إحنا في رواياتنا تبينك شنو منزلة الإمامة اللي الإمام الرضا يقول الإمام واحد دهره الإمام لا نظير له في الخلق إذا تشوف الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم قال إني جاعلك للناس شنو إمامة متى قال له بعد أن جعله عبدا ثم نبيا ثم رسولا ثم بعد ذلك جعله خليلا لما جمع له هذا الأمور وهذه الأمور شنو قال له قال له إني جاعلك للناس شنو إمامة إذن الإمامة مرحلة عالية جدا ومرتبة سامية لذا الإمام الرضا صلواته الله وسلامه عليه يقول ولد لي شبيه موسى بن عمران يعني هناك وجه شبه وأن الإمام شون يشبه شخص بشخص ولا توجد أدنى مشابه بينهما لا قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم قدست أم ولدته هذه أم الطاهرة من أم الإمام الجواد أم الإمام الجواد هي السيدة سبيكة اللي سماها الإمام الرضا بالخيزران اللي النبي صلى الله عليه وآله يشيد إلى مقامها ويقول بأب ابن خيرة الإماء النوبية طيبة هذه السيدة الطاهرة هي أم الإمام الجواد صلوات الله أبوه الإمام علي بن موسى رضا صلوات الله الإمام رضا كان ينظر إليه يقول لم يولد مولود أو ولد المولود الذي لا يوجد مولود أعظم بركة منه في الإسلام منه على شيعتنا يعني ما ولد مولود أعظم بركة من هذا المولود وبعض العلماء يفسرها من جانب أنه الإمام الجواد صلواته الله في بعض الروايات في تقسيم الساعات والدعاء في الساعات في الساعة التاسعة صباحا هذا وقت دعاء معين باسم الإمام الجواد الله سبحانه وتعالى يجود فيه على العبد ويوسع عليه من رزقه هذا جانب من الجوانب ولكن هذا المولود الله سبحانه وتعالى كشف فيه زيف منه الواقفة اللي هم ادعوا بأن الإمام الرضا لا يولد له مولود وإذا الإمام الرضا ما عنده أولاد يعني خلاص تنقطع ينقطع هذا الأمر والإمام لا بد أن تتصل إلى 12 إمام شلون الإمام يكون إمام الرضا وليس له ولد إلى أن ولد الإمام الجواد وقطع هذا الشيء الأمر الثاني نعم علم الإمام الجواد صلواته الله وسلامه عليه ووفور علمه ووفور علمه على صغر سنه يكشف ما تتبناه الإمامية شلو يتبنون أن الإمام عالم في الساعة الأولى إلى أن يقبض عندنا في الرواية أن الإمام إذا ولدت لقى الأرض بيده فيقبض كل علم نزل إلى الأرض وينظر إلى السماء ويتشهد بالشهادتين وينصب له عمود نور فيه أعمال الخلائق مؤين سنة هذا حجة الله في الأرض ابن سبع ثمان سنوات صحيح ولكن به يمسك الله السماء أن تقع الأرض به يمسك الأرض من أن تميد بأهلها به ينشر الرحمة به ينزل الغيث به يخرج بركات الأرض وهو أبن سبع ثمان سنوات هذا الحجة به يمسك الله الأرض من أن تسيخ بأهلها الإمام الجواد على صغر السن كما ينقل الكلين جاءه أهل النواحي يسألونه في مسائل يقول فسئل الإمام الجواد في مجلس واحد ثلاثين ألف مسألة فأجاب عنها طبعا واحد يقول شوان ثلاثين ألف مسألة خب فيه أجوبة يقول له نعم لا مرى الإمام يجاوب عندنا في رواية يجاوب السائل قبل أن يسأل حتى الإمام يقول له لا بل تقصر فيسألون السائل شو أنت سألت يقول له ما سألت ولكن بغيت أقول له أن أنا قبطان أنا شغلي في البحر ملاح أنا شغلي في البحر فالإمام عرف بأن صلاتي هل هي قصر أم تمام فالإمام قال له مباشرة مثلا أجابه بالسؤال أجابه على حسب سؤاله فيمكن الإمام أن يجيب عن ثلاثين ألف مسألة ثم قال في مجلس واحد المجلس الواحد يعني لم يتعدد المجلس في مجلس واحد خليونهم أكثر من يوم يسألون الإمام في نفس المجلس هذا جواب وفيه عدة أجوبة لما أراد المأمون المأمون المفضح قتل الإمام رضا عليه السلام فأراد أن يلطخ هذه الصورة الملطخة أن يزينها ما قال لهم؟ قالهم أنا بزوج أم الفضل ابنتي لمن؟ للمأمون قالوا إحنا ما خلصنا من الرضا كنتم بخليه ولي عهد وكانت الخلافة سوف تذهب من أيدينا وترجع لبني هاشم والآن تأتي بولده وماذا يفقه هذا الطفل الصغير ما يعي هذا؟ قال ها ها أنت تقولون ما يعي أنا أعرف هذا من أهل أي بيت خلاص عندكم مسائل؟ اسألوه جاء للإمام صلى الله عليه بمنه؟ بيحيى بن أكثم التفت إلى المأمون قال هل ترضى أن أسأله؟ أقول هل تسمح لي بأن أسأله؟ قال ذلك له سأله فالإمام قال يقول الإمام ضعه بين مسورتين مثل جلسة خاصة ويم المأمون فقال أسأل سأله ما أسأله أنتم تكون مرة عليكم؟ فسأله ما تقول في محرم قتل صيدا تدري؟ إن شاء الله للشباب اللي يروحون للحج في المستقبل أول ما يقول لبيك اللهم لبيك ينعقد الإحرام إذا انعقد الإحرام في شيء يسمونه تروق الإحرام أشياء ما يصير تسويها منها الصيد ممنوع الصيد فهذا يسأل الإمام يقول له في محرم لبس الإحرام وقتل صيدا شنو حكمة؟ هو افتكر المسألة هكذا ليس لها أي فرعة فالإمام قال له قتله في حل أم في حرم؟ يعني داخل مكة حدود مكة أم خارج مكة في حل أم في حرم؟ قتله عمدا أو خطأ عالما كان المحرم أم جاهلا كل هذه لها تفاصيل زي العالم يختلف حكمة عن الجاهل عمدا يختلف حكمة عن الخطأ حرا كان المحرم أم عبدا الحر له حكم صغيرا كان أم كبيرا مبتدئا كان أو معيدا من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها من صغارها أم من كبارها أو من صغار الصيد أو كباره على حسب النص ثم قال صلوات الله وسلامه عليه في الليل قتله أم في النهار قتله في إحرام العمر أم في إحرام الحج هذا سكت تلجلج فظاهر العجز في وجه وعرف أنه انقطعت حجته أمام الإمام عجيب هو شاف هذا إمام من ثمان سنوات وهكذا فروع فرع في المسألة بعد ذلك طلبا منه المأمون أن يعقد على أم الفضل بعد أن انتهى من الإمام من الخطبة ومن العبد التفت إلى الإمام الجواد قال له هل لا فرعت لي وبيّنت لي هذا الفروع فأبان له الإمام فرع فرع من هذه الفروع إذا كان في ليل أم في نهار حرام العمر حرام الحج في حل في حرم عمدا خطأ بفروع هذه المسألة فأقر من في المجلس بأنه لا يوجد أعلى منها هذا على صغر السنة فهذا أيد ما يقوله الإمامية إذن الإمام مؤهل لأن يكون إماما على الخلق وهو ابن سبع سنوات هذا الإمام الهادي الإمام الجواد والإمام الهادي كان عمره ثمان سنوات والإمام الحج تقلد المنصب الإلهي وهو ابن خمس سنوات يعني أعظم بعد ابن خمس سنوات هو إمام الأنس والجان إمام الخلق قاطبة كثير الكلام طويل في الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يوم الأيام جاءه الشخص قال يا ابن رسول الله أنا أردت أن أطوف عنك وعن أبيك عنك وعن أبيك فقيل لي بأن الأوصياء لا يطاف عنه يطوف طواف عن الأم عليهم السلام فقال له الإمام لا فإن ذلك جائز طف ما شئ فإن ذلك شنو جائز يقول ثم بعد ثلاث سنوات أتيت الإمام قلت له بأني أنا في السابق سألتك وانت قلت لي جائز فطفت عنك يوما وعن والدك يوم وفعلت أمرا غير هذا فقال له الإمام ما هو قال يوم الأيام طفت عن اليوم الأول طفت عن جدك رسول الله صلى الله عن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ثلاثا صلى الله على رسول الله صلى الله على رسول الله صلى الله على رسول الله قال ثم في اليوم الثاني طفت عن أمير المؤمنين وفي الثالث طفت عن الحسن وفي الرابع طفت عن الحسين وفي الخامس طفت عن علي بن الحسين وفي السادس طفت عن الإمام الباقر والسابع عن الإمام الصادق والثامن عن الإمام الكاظم والتاسع عن الرضا والعاشر عنك قال وربما طفت عن فاطمة وربما لم أطف فقال أكثر من ذلك الإمام أمره بأن يكثر من ذلك يعني في أعمال تستطيع أن تتقرب فيها اليوم أنت إلى إمامك الحجة صلواته الله عليه تروح تزور للحسين عليه السلام قصدك من يوم تخرج من بيتك أن ترى أنا رايح للدعاء للإمام تحت قبة جده الحسين شوف العمل شون جميل أبي أتصدق حتى أدفع السوء أنا شوف الإمام يقول عادي سووا أعمال نيابة عندنا ما في مشكلة واللي بيروح الحاج إن شاء الله أيضا يذكر الإمام صلواته الله وسلامه نعم إلى أن هلك المأمون الإمام رجع إلى المدينة بعد ذلك جاء المعتصم وسمع وإذا بصيت الإمام الجوادي قذاع بين الناس الناس كلهم تفتخر بالإمام الجواد صلواته الله وسلامه عليه وهذا الأمر كان يؤذي السلطة ليش؟ لأنه هذا الإمام صلواته الله عليه على صغر السنة الناس يقولون بإمامته والكل يذعن له يوم من الأيام طبعا أشخص الإمام الجواد مرة أخرى من المدينة إلى بغداد يوم من الأيام دخل عنده الفقهاء ابن أبي داود وغير من فقهاء فجاءهم سارق قالهم أنا سرقت فطهرني فسألهم شو نصنع فيه من وين نقطع يده؟ قال القرآن عندكم ونتوا فقهاء نحن كلامنا نأخذه من القرآن ومن رسول الله صلى الله عليه وآله فسأل هذا ابن أبي داود قال لها شو تقول؟ قال والله نقطع كف وياب له آية قرآنية وجاب الثاني قال المرافق وجابه الآية القرآنية فالتفت إلى الإمام الجواد واحد قال من الكرسوع واحد قال من المرفق واحد قال سأل الإمام الجواد الإمام أبا أن يجاوب لأنه رح يصير حساسية إذا الإمام جاوب صح وأصغرهم رح تصير غضاغينة وحقدوا كراهية فأصر على الإمام فقال الإمام تقطع فواصل هذا تقطع بس هذا فواصل أصابعه أول شيء قال شنو الدليل قال من النبي صلى الله عليه وآله ألزم أمته بالسجود على المساجد شنو السبعة الجبهة واليدين وركبتين وقدمين اللي هو الإبهامين سبعة فأنت قطعت إيدها شنو يسجد هذا وأن المساجد لمن لله فعلم بأن الإمام هذا ابن أبي داود رجع ويها بعد صار أسود وأيام تعبان نفسيا ليش والله شلون الجواد جاوب وعبر عن الإمام تعبير غير جيد قال من هذا الفلان لا أتكر هذا التعبير ثم رجع بعد أربعة أيام إلى المعتصم وقال شلون أنت أنا بغيت أنصحك نصيحة هذا الإمام وهذا الشخص الناس شطر هذه الأمة يقولون بإمامته وانت اليوم خليت أكدت لهم هذا المعنى بأنه أفقه الناس قال أنا ماذا صنعت ثم بعد ذلك فكر في اغتيالي وقتل الإمام الجواد أم الفضل كانت زوجة الإمام هي بنت المأمون تدري أن الإمام يميله إلى منه إلى أم الإمام الهادي وتدري النساء وغيرتهم أيضا ففكر شلون يتخلص من الإمام الجواد هناك عدة روايات هل هو قتله عنده في الدار أو أمر ابنة أخيه المأمون أن تدس السم المهم صار ما صار قرروا بأن يفتكوا بالإمام الجواد صلوات الله والإمام شاب الإمام ولده سنة مئة وخمسة وثسعين قبض سنة مائتين وعشرين يعني عمره خمسة وعشرين سنة وتدري إمامك عادة تنشيسه في النهار يصوم النهار وبعد ويقوم الليل وليصوم النهار يحتاج إلى طعام يأكله صحيح فما بالك بمن كان إفطاره السم يا صاحب الزمان هاي مصائبكم رزاياكم يا آل بيت محمد أغص لذكراهن بالمنهل العذبي عمل لعيون لا تفيض دموعها وقد فاضت دماءكم على التربي وتعسل لقلب لا يمزقه الأسى عليكم وقد مزقتكم بنو حربي اي نعم آجركم الله إلى أن قرروا أن يدسوا لإمامنا سما نقيعا كي نعم فجلبوا للإمام سما نقيعا وضعته في العنب الإمام الجواد غريب في بغداد وأهل بيته في المدينة لا ناصر عنده ولا معين وابن الإمام الهادي أيضا في المدينة وصغير سبع ثمان سنوات نعم فبقي الإمام في بغداد نعم إلى أن دست إلى إمامكم السم تناول الإمام من ذلك السم أحس في السم في جوفه نعم أخذت السم تتفاعل في بدنه تذري من حرارة السم شنو يسير بالإمام يقوم ويجلس يرفع رجلا وينزل أخرى يبسط رجلا ويمد أخرى ينادي شي نادي صلوات الله عليه أضم الله لك الأجر يا مولاي يا صاحب الزمان قضاوها لك ما بي أن مذبوح قضاوها لك ما بي أن مسموح ومذبوح منا تجري لدموم وا حسين عليه الطاغ جار عليه الطاغ جار وشتل تيريت حشم بنت أخوه وغاية يبيت وليبيت أبو الهادي الجواد بن الأجاويت وخلت لب فطور ناجع السم إش صار بمامك ها ولي فطار واتفطر من اسمو مجبد يجود ويندهي وما بقى عنده وحيد في الداخل غير غير أم الفضيل خلت وحده والباب اغلقت وعلى السطح تم نعم نعم صعد الإمام على السطح ها يجود بنفسه أغلقت عليه باب الدار تدري اللي سقي السم شلو يحتاج ها يحتاج إلى شربة ما لعله يبرد أحشاءه ها ولكن أبت أن تقدم اللعين لإمامكم الماء شربة ما يرادي بل لحشاء ممرودة جبت يرد دل آه الإمام بهذه الحالة وين رح بالها تذكر عطش جده وشأ وسم لاذا الله أكبر ها تذكر ذلك السهمها الذي أصاب جده الحسين والعطش تذكر عطش جده وسهم لاذا أي سهم سهم لاذا الأخذ وياه دلال التخذ ذم ولرغم زغر وشبا بعده كتلوه ممرودة جبت عدا عافو هو إمام صح ونادي وجواد ثلاثة أيام فوق السطح خلوه نعم آجركم الله إلى أنزرت السموم في بدنه صار اشتاق الحبيب إلى حبيب ينادي وعطش أي نعم لما تمدد على الأرض ذكر جده الحسين وهو ممدد على رمضاء كربلا أجركم الله عرق جبين السكنانين ومدد يديه ورجل أين المنادي وإماما أين المنادي واجواد جرك الله يا بقية الله ثم فاضت روحه الطاهرة مسموما شهيدا رحم الله من نادى هوائما أين المنادي وآآآ مسموم نعم لما ظل الإمام على السطح الطير أشفقت على إمامكم نزلوا يظللون له بأجنحته ويلي يا ويلي تظلل بجنح وحوله تحوم الله أكبر نعم حتى الحيواناتها حتى تشفق على إمامكم تون وتشتكي تون وتشجي للواحد القيوم الناس شافوا الطير على بيت الإمام جد الوادم وشافت الجياد ومقض نحب وعليه الطير حوام الله أكبر وإماما إينا عن ثلاثة أيام بقي على رمضاء كربلا من هذا جد الحسين الإمام الإمام الجواد صحيح أنه كان ممدد ولكن كان رأسه على بدنه كان سالم البدن من كل جراحة وأما الحسين كم طعنت رمح كم ضربت سيف كم ضربت حجار لم يبقى لم يبقى موضع في بدنه إلا وفيه طعن ضربة إلى أن داس اللعين على الله وحسين ثلاثة أيام جد على الترب كان واللجان وعلينا حتيويل الأنس والجان ومهرم الفرات ومات شنو عطشا يا هام الله إي نعم زينب جاءت ها الناس جاءوا وشافوا الإمام الجواد ممدد قضى نحبة ولكن زينب وصلت تقول أنا مشيت وعلى الترب عفتك عفتك عار البدن يا حسين شفتك عمت عين يا أخو يا ما عرفت يا 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 وعلى الوجه مقلوب جثتك صديت لك يا أخو وندات ردت يا أخو تعذر اخت لو أنبيدي أخو يتعد فأنت وانا مطلوب إلك وقف الوقف تاك عن الشمس يمضل الاختاك وصلت إلى الحسين تقل لنا يم أخي شلون نوم نوم وحر الشليس غير يرسوم ما بين عدوانه وقوم فوق الذبح سلب وهدوم وإنت توجه زينبها خاطب أمها الزهراء إحنا نخاطب الزهراء ها فيك حالة عندك حالة وين وياي الله يا زهراء شم جنازة من البنين تبقى بالأموار وشفتيها بعينك والسبب كل من الذي سقط جنينك ورث علينا الهضوم والحسرات والنوح فوق السطح واحد ثلاث ايام خلوه واحد على حمام فوق الجسر ذابوه أما غريب الغاضر ياب الخيل داسوه وكل المصايب هونت هم صيبته توجهت إلى المدينة جد يا رسول الله صلى عليك ملك السماء هذا حسين بالعراء محزوز الرأس من القفاء وبناتك سبايا يجد ما تمحد وقف دول ونغار غماظ له عيون وحيد يعالج من خطف لونه ولا واحد بحلق ما يقط يجد ما تمحد مدد يدي ولا واحد يجد عدل رجلي يعالج بالشمس محد قرب يا عطل الظلاء يا جدي من الحار نعم أخذوا الإمام الجواد غسلوا كفنوا جاءوا به إلى قبر وضعوه في قبره بأبي هو وأمي هو وأمي أين عام يا مولاي يا أبا الحسين أيها الهادي ابن رسول الله أنت وضعت خدوادك على التراب وضعت خد الجواد على التراب الإمام الجواد فما حال إمامنا زين العابدين حال إمامنا حينما رجع ليوالي تلك الأجساد الطاهرة جاء به ها نظر إليه وإذا بالحسين مقطع ملقا على وجهه أمر بأن يأتوا بباري حتى يجمع أوصال الحسين ثم رجع وين رجع مرة أخرى إلى الكوفة تلقته العقيلة زينغ أين كنت عم يا علي قال عم للتود فانت والد حسين قالت لثلاثة أيام لم يدفن ابن أمي ووالدي نعم والله عم يا علي السجاة عندي وياك بس نشد يا عم عادتي المي يصير على ترب خده يا عم شلون تفنتقه يا حسين يا عم وراس ما عنده يقل ها بدل راس حسين صار على الترب نحرة يا صاحب الزمن تقل نعم يا علي السجاة ضاج من الهضم صدري أنش دك عن ابو فاظل أخو يلي كفى الخدري شلعت السام من عين دفنت ويا تشفى أنا يعمل جود جاوة بيت الدعاء والله لا شن أقول تخف الأحزان الأحزان ما مات مثل حسين حسين وين عدشان ولا ظل ثلاثة أيام عريان ولا لعبة عليه الخير مي دايان وين الأعظم ها ولا انسبة لعد الشام نسوان ولا وقفة بضانة الديوان وينظرون إلى بنات رسول الله القاص والداني بيت الدعاء تقل أخو يا بس هاي ما كانت على البال شنو يا زينق أطبان مجلسة وبزنود الأحباب وراسك بطشت وتشوف العيال بيد العود ويوسم المبسم يا ايام بيد العود ويوسم يا ايام المبسم كلكم حافظين ها فاطم لا شانن بشاط طفرات يا زهراء إذن لا لا طام واجريت دمع العين في الوجنات